اشتركوا في القناة هاخدكم النهار دا لعالم ساحر جدا عالم كله مشاعر وحسيس عالم الكلمة فيه بتعبر عن اللحن عن كل حاجة عالم بتعبر فيه الكلمة كمان مع اللحن عن كل حاجة وعن اي حاجة ممكن نكون بنمر بيها في حياتنا ممكن نكون بنحس بيها اي مشاعر مختلفة اي حالة عايشنها فرح حزن نجاح انتصار قلم وجع حب اي احساس ممكن نكون بنمر بيه في اي وقت كان النهار دا هنتكلم عن الاغنية هنتكلم عن الموسيقى اللي بتعزف الحنها من واقع حياتنا كمان الحقيقة انه فيه كتب كتيرة جدا اتكتبت عن كبار المشاهير في الغنى وفي الطرب طبعا وطبعا انتوا عارفين انه مصر هي الطرب كله احنا عندنا تاريخ من المطربين والفنانين الحقيقة يعني بيثري العالم كله والعالم العربي كله وكمان طبعا مصر لسنين وسنين وسنين الحقيقة انه كمان صناعة الاغنية ومشوار كبار المطربين احنا النهار دا هنتكلم عنه تحديدا او عن النوع دا من الكتب او عن الكتب اللي اتكلمت عن مشوار المطربين السيرة الزتية للمطربين حكاياتهم محطاتهم ايه اهم اعمالهم الحقيقة انه كمان في جمهور كبير جدا من القراء بيستمتع بقراءة المعلومات دي او بالحكايات دي عن المطربين اللي بيحبوهم هنتكلم كمان عن ذكريات مختلفة الحقيقة مرينا بيها كلنا مع كل اغنية سمعناها كلينا ذكرى معها هيكون معانا في الستوديو النهاردة الكاتب الاستاذ ماهر زهدي واللي هنتكلم معانا نهاردة عن كبار المطربين والكتب اللي اتكتبت عن كبار المطربين ومشاهير الموسيقى زي شدية واسمهان وسيد مكاوي واكيد كمان هنستنتع بالكلام عن مطربين الكبار واغنيهم الحلوة ومحطاتهم الفنية المهمة زي ما قلت لحضراتكم بس قبل ما نستقبل ديفي معانا من خلال التليفون الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ مصطفى حمدي اللي هنتكلم معاه عن رؤيته لكتب الغناء بشكل عام والموسيقى وكمان كمان عن اهم الكتبه الجميلة والمميزة اللي طبعا بيقرخ فيها الفترة الزمنية المهمة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية طبعا بشكل عام زي كتابه مثلا شريط كوكتال اللي بيتكلم فيه عن اغاني جيل التمانينات والتسعينيات وكتاب مذكرات هاني شنودة عراب الموسيقى الحقيقة انه عنده يعني رصيد كبير جدا من الكتب الفنية والموسيقية استاذ مصطفى منورنا واهلا بحضرتك اهلا بمشاهدينك الكرام اهلا بيك وطبعا مفسوطين جدا انك معانا النهاردة في البداية احب اعرف من حضرتك ككاتب صحفي ومتخصص كيف ازاي الكتب اللي بتقرخ تاريخ الموسيقى المصرية وبتتكلم عن سير كبار المطربين والموسيقين وتاريخنا الموسيقي في مصر بالتأكيد كتب الموسيقى والغناء تحديدا انا بشوف انها من اهم فروع الادب والنشر في مصر وفي العالم العربي ويمكن في مصر بشكل خاص لاسباب كتير على رأسها طبعا ان احنا بلد الفن احنا البلد اللي قدمت الغنى والموسيقى والفن بشكل عام للعالم كله طبعا انه عندنا تاريخ فن كبير جدا جدا يستحق انه يتم تحليله والكتاب عنه والتأريخ ليه بداية من الموسيقى المصرية الحديثة طبعا بعتبرها اخر حاجة وصولا بقى الحد يعني الموسيقى المصرية القديمة من اوائل بقى بداية معرفتنا بالموسيقى في مطلع القرن الثمنتاشر والقرن التسعتاشر لانه وقتها طبعا الموسيقى مرت بمراحل والغنى بشكل عام مرت بمراحل كتير جدا جدا فاعتقد ان احنا المكتبة المصرية مليئة بالاعمال الفنية اللي تستحق التاريخ والكتاب عنها جميل شريت كوكتال حكايات موسيقى الجيل اتكلمت فيه عن الغناء والموسيقى في فترة التمانينيات والتسعينيات حابين نعرف منك اكتر استاذ مصطفى اكتر عن الكتاب اكتر عن كواليس الاغاني اللي تكلمت عنها الكتاب كتابته اخد من حضرتك وقت قد ايه؟ مبدئا هو شريك وكتال كان الهدف منه انه القائده على اغاني المرحلة اللي انا شايف انها ظلمت على مستوى الكتابة والنقد والادب كمان وهي مرحلة التمانينيات والتسعينيات اللي بتمثل الجيل الجيل الحالي يعني طبعا دلوقتي الجيل العاشر مرحلة دي ايه كان دايما بيتم التعامل معها نقضيا باعتبارها مرحلة مش قوية مرحلة ما فيش وراها تفاصيل وكواليس تحكى ولا حتى خدت حقها على المستوى النقدي اه الفكرة جات في شريك كوكتيل انه من خلال سيرة شخصية وقلقت ضوء على مجبوعة من الاغاني اللي بتمثل علامات هامة في المرحلة دي وبتمثل برضو نقطة فاصلة في مسيرة الفنانين الغنوها شريك كوكتيل تقريبا صدر سنة 2017 وهو استغرق اعداده مني تقريبا في مرحلة الكتابة ده حديث استغرق سنة حلو لكن الفكرة يعني لما صدرت كان يعتبر اول كتاب بيتكلم عن المرحلة دي بشكل متخصص يعني وبشكل بيجبع ما بين اللغة النقدية وما بين السيرة الشخصية والحس الادب جميل 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 اتفضل يا استاذ مصطفى مع حضرتك اتفضل يعني الكتاب تناول مجبوعة من المحطات الهمة والاغاني الهمة في مسيرة محمد منير كان البوم شبابيك عمر دياب في مسيرته وعدت على طبعا نور العين وعلى ايامنا وعلى مجبوعة الاغاني اللي صدرت في التسينات اتكلمت فيه عن تجربة حميد الشاعري عن تجربة حسام حسني عن محمد فؤاد وعن حكيم يعني عن تجارب الموسيقية الهمة جدا في مرحلة التسعينات والثمانينات جميل ده جيلنا الجميل وأغانينا الجميلة اللي اتربطنا بيها واللي اسمعناها كلنا وكل واحد فينا عنده ذكرياته الخاصة مع الأغاني دي ومع المطربين الجمال اللي دايما مشرفيننا ومشرفين مصر بفنهم وبأعمالهم اللي ما تتنسيش أبدا نتكلم كمان عن كتاب حدرتك مذكرات هاني شنودة وخصصا إنه الحقيقة الموسيقار هاني شنودة أو يعني الحقيقة لنه الفنان هاني شنودة كان من ضمن الفنانين المؤثرين جدا في تاريخ الموسيقى المصرية الحديث طبعا الموسيقار هاني شنودة عراب الموسيقى كلمنا أكتر عن تفاصيل الكتاب ده كتاب بقى مذكرات هاني شنودة أنا بعتبره هو التأصيل أو المرجعية اللي اتعاملت بعد كده لكتاب شريك كوكتيل أنا وانا شغال على شريك كوكتيل شفت وقتها أنه التجربة بتاعة موسيقى الثمانينات والتسسينات دي القبل روحي لها كان هاني شنودة طبعاً ده حقير كان لازم أعمل تأصيل تاريخي للموسيقى دي من خلال تجربة هاني شنودة كتجربة هي اللي فتحت الباب قدام التغيير اللي حصلت في الموسيقى المصرية الحديثة طبعاً فلما اشتغلت بقى على هاني شنودة تقريباً الكتاب صدر لسنة عشرين عشرين وكان الهدف من الكتاب ده أنه نقول للأجيال الجديدة أنه فيه موسيقى مهم جداً كان ليه دور في أنه يغير شكل الموسيقى المصرية وبعدين كمان كان ليه دور وإسهمات أخرى تكتشاف مطربين الكبار زي محمد بنير وعمر ديان هو اللي اكتشافهم فدي النقطة المهمة في مذكرات هاني شنودة وبعدين إسهماته بقى في الموسيقى التصورية ورؤيته لأنه كان فنان عنده رؤية اجتماعية ورؤية فرنية قدروا يتزاوجوا مع بعض ويقدر قدم منهم مشروع وكان مهم جداً طبعاً هو مشروع فرقة المصريين اللي كانت أول فرقة بتقدم الموسيقى والأغنية الاجتماعية في الوقت ده صحيح صحيح أستاذ مصطفى لزم حضرتك بقى تنورنا إن شاء الله في البرنامج ونتقابل ونتكلم مع حضرتك عن الكتب الجميلة الفنية الموسيقية اللي ليها لقب المزيكة في مصر وبتاريخ الموسيقى المصرية إن شاء الله في الستوديو بشكرك جداً شكر ليتي ألف ألف شكر ليتي نارسي أستاذ مصطفى كان معنا طبعاً الصحفي والكاتب والأستاذ مصطفى حمدي وعشان نتعرف أكتر على الكتب الخاصة بالغناء والموسيقى معنا دلوقتي من خلال الزوم الأستاذة فاطمة أبو النصر صناعة المحتوى اللي هترشح لنا النهاردة أهم الكتب اللي ممكن نقراها في دنيا الترب والموسيقى أهلاً بحضرتك أستاذة فاطمة أهلاً بحضرتك أهلاً بيكي طبعاً قولنا بقى كده أنت على المستوى الشخصي بتحب تقري إيه في كتب الغناء والموسيقى وترشحي إيه لكل المشاهدين اللي بيحبوا يقروا يقروا في نفس المواضيع أو عن نفس المواضيع إذا كان عن قبار الموسيقيين إذا كان عن المطربين إذا كان عن التاريخ الموسيقي بشكل عام في الكتب اللي بتكلم على الموسيقى والمغنيين وكده فهيبقى أحسن كتاب يبدأوا يقرؤوا به هو سحر المغنى ده كتاب يعني بيتكلم على المغنيين زمان والتاريخ بتاحهم والخناءات اللي كانوا بيعملوها أصلاً مين كان عنده صراع مع مين والصعبات اللي كانت عندهم ده الأستاذ محب جميل في كتاب تاني لو هم عايزين بقى يتعرفوا أكتر على تاريخ أصلاً الطرب وإزاي بدأ وإزاي تطور والصراعات اللي كانت بتحصل في الطرب عامة كتاب اسمه طرب زمان ده لدكتور عسمة نمر الكتاب فعلاً جايب كل المعلومات التاريخية لأي حد هيبقى عايز يعرفها من بداية من الزجل لغاية تاريخ العزف ذات نفسه وطرب المشايخ وكان تأثيره عامل إزاي والأظهر وتأثيره عامل إزاي أصلاً على الغنى بس اللي خلى أصلاً الكتاب ده يكون مهم فعلاً هو أنه كان حوطة جزء معين في الكتاب يتكلم فيه عن المهمشين زمان في الغنى هل النوع ده من الكتب هل النوع ده من الكتب لي إقبال أو عليه إقبال شديد من القراء هو الزوء العام دلوقتي متجه أكتر ناحية الروايات بس ده ما يمنعش أن الكتب اللي من النوعية دي بيكون لها الناس المختصين فيها الناس اللي بيحبوها وممكن نقول أنه هي منتشرة بس منتشرة على مستوى صغير شوية مين من الشخصيات الغنائية اللي شايفة أن نحن محتاجين نكتب عنهم أكتر أو مش وقدين حقهم في كل الكتب اللي اتكتبت عن الفنانين والمطربين وتاريخ الموسيقى المصرية ممكن نقول شافيا أحمد أنا قريت عنها في سحر المغنى وحسيت أن لا محتاجة محتاجة كتاب لوحدها والله شافيا أحمد مين تاني ممكن برضو محمد أنديل طبعا طبعا محمد أنديل كان من المطربين اللي ليهم بصمة كبيرة جدا ومأخدوش حقهم فعلا حتى على مستوى الكتاب أنا بشكرك صانعة المحتوى فاطمة أبو الناصر نورتين مرسي رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعينا ومنورنا الكاتب الأستاذ ماهر زهدي اللي هنعيش معاه النهاردة مع الألحان الجميلة وأصوات مطربيننا الكبار اللي تربينا على أصواتهم وعيشنا مع أغانيهم ندخل معاه كتب الغنى والموسيقى أهلا بحضرتك أستاذ ماهر منورنا الحقيقة أنه دايما الواحد لما بيجي يتكلم عن عمليقة الغناء المصري بتجيلوا حالة كده من النوستالجيا الجميلة اللي دايما بيبقى ولو إنه يمكن طبعا مش عايزين نكبر نفسنا بس بنتمنى لو كنا عايشين في الزمن ده بجد طبعا بالتأكيد بجد يعني بنتمنى أن احنا كنا نبقى عايشين في الزمن الجميل ده نتكلم شيء مع حضرتك عن حبك للغنى عن حبك للموسيقى عن حبك للطرب بشكل عام وبعدين كده نتكلم عن المطربين مصر وما فيش حد يعني ما ترباش على الأصوات اللي احنا بناعتبرها علامات في تاريخنا الموسيقي والغنائي من الأول يعني مطلع القرن العشرين وانت جاي على مدار مئة سنة شفنا عمالقة كبار في الألحان في الكلمات في اللي هنا عدد كبير جدا اتربنا على أصواتهم الموسيقية وعلى موسيقاهم الجميلة الرائعة زكريا أحمد محمد عبد الوهاب الصنباطي بالي حمدي سيد مكاوي يعني طابور طويل جدا وطبعا بالنسبة للأصوات يعني ما شاء الله يعني طبعا مصر غنية بتاريخها الفني مصر غنية بالتأكيد بالتأكيد مصر غنية فنانينها مصر غنية بصناع الموسيقى بالتأكيد طبعا الملحنين الشعرة الموزعين يعني احنا عندنا تاريخ ضخم جدا وكبير جدا من الفن والموسيقى وتاريخ يصنع يعني أجيال وأجيال وأجيال لسه هتتعلم منه واللي هم عملوا أعتقد أنه محدش عارف يعمل بالتأكيد طبعا يعني بصرف النظر عن التطور بصرف النظر عن اللي بيحصل التطور مش ضد يعني احنا مفروض بناخد ونتور مش ضد ان احنا نقدم يعني طراصنا بشكل جديد ونقدمه بشكل أفضل للأجيال الجديدة بالعكس يعني ده ده مهم جدا وخصوصا ان احنا بنشوف يعني أصوات شابة جديدة لسه لما بتيجي حتى تقدم نفسها أو يعني بتقف قدام لجنة علشان تمتحن بتختار حاجة من التطور الأديم علشان تظهر قدرات صوتها بالزبت وبيقدمه نفسهم من خلال التطور الأديم ياريت احنا لما يكون عندنا التطور الجميل ده ونعيد تقديمه بشكل يعني يتناسب مع العصر بالتأكيد هيفرق كتير جدا مع الأديال الموجودة أكيد طبعا أكيد وعلى أي أساس يهمني أعرف من حضرتك أستاذ ماهر بتختار المطرب أو الملحن أو المطربة اللي بتكتب عنها بناءا عن إيه بناءا عن حبك لها بناءا عن نسبة الجماهدية أو النجاح اللي حققته بناءا عن مثلا حالة إنسانية ممكن تكون أثرت فيها فأثرت في حضرتك تحبيت نقلها للقارئ تختارهم بناءا عن إيه هو بالتأكيد أولا لازم أكون حابب الشخصية اللي أنا هكتب عنها أولا تسمع لها أو بتحبها طبعا لازم بعد كده بيكون في تاريخها يعني تأثير كبير في تاريخ الموسيقى والغناء الشخصية بتبقى سايبة علامات بتبقى عملت يعني ما يؤهلها إن هي تتحط في مكان خاص أو برواز خاص في تاريخ الموسيقى والغناء أفو سواء بقى كان ملحن أو كان مطرب أو حتى شاعر لازم يكون قدم اللي هو يعني إحنا نفخر به وكمان بيهمني جدا إن الأجيال الجديدة تتعرف على تاريخ هذه الشخصيات مهمة قوي إن أنا أعرف مثلا تاريخ سيد مكاوي تاريخ شادية تاريخ محمد عبدالوهاب أم كلسون طبعا في أعمال أب تتقدم عن بعضهم لكن في أصوات كتير جدا وموسيقيين كتير جدا للأسف يعني لم يتم التسليط الضوء عليهم رغم إنه هم أقدموا الكتير في تاريخ الموسيقى والغناء في مصر فأنا ببقى حريص إن أنا يعني يعني على قد ما أقدر يعني الشخصيات اللي أنا باختارها أقدمها بما يليق بيها وأتمنى طبعا يتاح لي الفرصة إن أنا أقدم شخصيات أكتر من كده أكيد آه يعني عدد محدود اللي أنا أقدمته لحد دلوقتي في الموسيقى والغناء بس بالتحديد اللي بيهمك في كتابة حضرتك عن الموسيقيين أو المطربين اللي حضرتك كتبت عنهم مشوارهم الفني محطاتهم حياتهم الإنسانية يعني أي أكتر حاجة بتلفت انتباه حضرتك ككاتب تحب تنقلها للقارئ في كتبك عن الموسيقى والغناء أنا بعتبر إن المسألة مش منفصلة حياتهم الشخصية مكملة لرحلتهم الفنية اللي هما بيشوفوه في حياتهم الشخصية والمعاناة اللي هما بيعانوها المشوار بيبقى صعب جدا وبيحاولوا إن هما يحفروا ويقدموا نفسهم ويحطوا يعني لهم بصمة في تاريخ المصري والعربي بشكل عام ده اللي بيلفت نظري كمان إن هما يعني ما وصلوش للي وصلوه بسهولة لقعانوا كتير جدا في حياتهم الشخصية وتحملوا مشاق ومتاعب علشان يقدروا يقدموا نفسهم للجمهور بشكل يليق بيهم وبشكل يليق بتاريخ الغناء المصري والعربي جميل إيه اللي بيميز كتاب فني أو كتاب موسيقي أو كتاب عن الغنى أو كتاب عن مطلبين أو عن الممثلين عن الآخر من وجهة نظرك إيه هي معادلة الكتابة الفنية اللي ممكن تكون بتنجح هذه النوعية من الكتب إن أنا يعني ببقى عايز أقدم من خلال الكتاب شيء شيء لم يتطرق ليه أحد قبلي الجديد اللي في الكتاب اللي هيتقدم هو ده اللي بيميزه طبعا يعني إذا ما كانش فيه جديد أنا هقرأ ليه إذا كان هو بيقدمني نفس اللي أنا أعرفه عن الشخصية دي أو اللي أنا يعني قريته في كتاب قبل كده طبعا أنا هقرأ ليه لازم يبقى فيه جديد بيقدمولي علشان خاطر أقدر يعني أقتنى الكتابة وأقرأها كتبت عن شادية كتبت عن أسماهان كتبت عن سيد مكاوي كتبت عن ناس كتيرة ناعمة عاكف ناعمة عاكف يعني علامات من علامات التاريخ الموسيقى المصرية على جميع بقى المستويات هتدي طبعا بالجميلة شادية طبعا شادية اللي خطرت قلوب الكل شادية اللي مفيش منها شادية اللي كانت خلطة كده ما بين الست الحلوة والبنت الجميلة والممثلة الشطرة والصوت المميز والألحان والأغاني والكلمات اللي كانت بتتكتب لشادية ما اعتقدش إن كان فيه حد يعرف يغنيها غير شادية بالضبط وهي يعني ظهرت في مرحلة مهمة جدا كانت الساحة المصرية ساحة الغناء محتاجة هذا الصوت محتاجة هذه النوعية من الأغاني وده اللي هو يعني ساهم بقدر كبير جدا في ظهار نجاح شادية ويمكن برضو إحنا لازم نذكر هنا إن المطرب والمستقار محمد فوزي كان لي الفضل إن هو من أول ما شاف شادية وسمع صوتها قدر يفهم طبيعة صوتها كويس قوي ويوظفها بالشكل اللي يعني يقدمها كويس أو يقدمها بالصورة اللي تليق بها للجمهور عرف إمكانيات صوتها عرف إمكانيات أو قدرات أداءها فقدمها بالصورة اللي تتناسب معها وكمل بقى بعد كده مونير مراد كم من بليخ حمدي يعني يعني ما شاء الله شادية استطعت إن هي تتعاون مع كبار الأسماء اللي موجودة على الساحة سواء ملحنين أو شعراء وكل منهم أضاف ليها وهي طبعا بالتأكيد أضافت ليهم بشكل كبير شادية مطربة وممثلة تركيبة كده لا تتقرر يعني دايما شادية هل هي بتصنفها كمطربة ولا كممثلة؟ يعني بتشوف شادية إزاي؟ ولا بتشوفها مطربة وممثلة؟ حالة على بعضها ما تقدرش تفصليها عن بعضها يعني هي ممثلة أولاً يعني أنا في رأيي إن هي أهم مطربة في تاريخ الغناء المصري ممثلت أهم يعني يمكن من أم كلسوم أهم من وردة أهم من ليلة مراد يعني مش إن هي أحسن منهم لكن هي تنوعت في الأدوار اللي هي قدمتها بشكل رائع جداً يمكن ممثلات كبيرات في تاريخ السلمة ما وصلوش لللي وصلتوا شادية في الأدوار اللي هي قدمتها أيوه قدمت توليفة غير عادية تنوعت وأبرزت نفسها بشكل غير طبيعي مميزت نفسها كمان حقيقي كان عندها زكاء إن هي قسمت حياتها إلى مراحل يعني مرحلة البنت الشائية أيوه اللي بتقدم الأغنية الخافيفة الحب والدلع والرومانسية والشقاوة بالضبط وبعد كده قدمت الأدوار المهمة الجدة اللي بتسيب علامة طبعاً اللي فيها الأم واللي فيها طبعاً قبل الأم كمان يعني أدوار يعني لما تقدم نور في اللص والكلاب لما تقدم فؤادة في شيء من الخوف لما تقدم المرأة المبهولة يعني عملت توليفة غريبة جداً ومتنوعة وبعدين اللي يشوفها مثلاً في فيلم زي يا فؤادة أو يعني في فيلم زي ما قدمت دور فؤادة ما يصدقش أبداً إن هي دي هي نفس الشخصية اللي بتغني الرجي أباز بالضبط يعني مش ممكن التنوع يعني مش ممكن التنوع وفي نفس الفترة تقريباً يعني بتعمل ده بتنوع غير عادي وأداء مش طبيعي شادية في فترة من الفترات قررت إن هي تقدم أفلام من غير ما تغني وده كان تحدي كبير جداً بحطة مصطفى أمين قال لها أنت مجنونة يعني ده قرار الجمهور بيروح عشان يسمع شدي قالت له أنا عشان كده مش أغني في الأفلام عايز أشوف الجمهور هيجي يشوف شادية الممثلة ولا ما هو بيستنى شادية المطربة بس وفعلاً عملت أفلام من غير ما تغني فيها أي أغنية وحققت نجاح مش طبيعي يعني طول الوقت كانت حريصة إن هي تقدم نفسها كممثلة للجمهور علشان تثبت برعتها شادية لما عملت فيلم المعجزة إخراج حسن الإمام وفت قدام فات الحمامة كانت يعني مش هعايز أقول إنها تفوقت عليها بشكل كبير يعني فيلم المعجزة يعني كممثلة فعلشان كده هي ما نقدرش نفصلها إنها ممثلة ولا مطريرة بس يعني آه ممكن دو أتنعمله مع أم كلسوم لا أم كلسوم هرم في الغناء لكن في التمثيل ما قدرش أقول إنها ممثلة بجد ليلة مراد قدمت تجارب شادية حالة خاصة جدا اللي هي البنت الرئيئة اللي بتغني بس ما عملتش الأدوار اللي هي يعني يعني زي المرأة المجهولة زي زقاء المداء زي شيء من الخوف لا فيه تنوع في التمثيل عند شادية بيحطها في مكانة لوحدها بعيد عن أي حتى مجم مجبيرة موافقة حضرتك جدا جدا لأن أنا كمان بحب شادية أنا معتقلتي ما فيش حد ما بيحب الشادية شادية كمان لما قدمت أغنية حبيبتي يا مصر شادية شادية يعني شادية شادية دي اسمي كبير قوي يعني حتى الأغنية دي بتأكد الحكاية إن المطرب مش مجرد بيطلع يقول كلام وطني علشان خطي إن يسقف له لا ده بجد إحساس نابع من جواها كان نتحب حب كمان كان نتحب حب قوي قوي وجد بالصدفة يعني هم قاعدين بيلحنوا هي ومحمد حمزة وباليك حمدي بتتدرب على أغنية عالي فبيتكلموا بالصدفة عن اللي بيحصل في البلد والأحداث وخصوصا إن إحنا كنا خارجين من نكسة 67 وبعدين بدأت حرب الاستنزاف وحصل بعض الضربات الموجعة للعدو في حرب الاستنزاف فشادية بتتكلم عن الموضوع ده مع بليغ ومحمد حمزة وخرجت منها بعفوية كلمة يا حبيبتي يا مصر محمد حمزة سمع الكلمة دي ورح واخد بعضه وقاعد على جنب وقاعد كتب الكلمات ورح مفاجئ بيها شادية وبليغ حمدي سمعوها بليغ طبعا انبهر وشادية انبهرت وقالت له لازم أغنيها بليغ فورا قاعد لحن الأغنية تاني يوم كانوا بيسجلوا أغنية يا حبيبتي يا مصر في استيديوهات الإزاعة يعني جد بشكل غريب جدا وبتلقائية لأن ده حب حقيقي نابع من الناس دي اللي قاعدين يعني مهمومين بالبلد ومهمومين بحب البلد فطلعت حتى كان يعني محمد حمزة كان بيكتبع في بيت شادية وقدامها على النيل مباشرة كان فيه شجرة كبيرة الفروع بتاعتها نزلة في النيل وخد المشهد ده وكتبوا حتى في جملة في الأغنية ما شافش النيل في أحضان الشجر لأن الشجرة دي كان بتحبها شادية جدا وحتى كانوا بسمينا شجرة شادية وطلعت الأغنية قبل أغنية عالي تسجلت سنة سبعين قبل أغنية عالي اللي جات بعد كده في سنة واحد وسبعين وحققت نجاح ولازلنا طبعا لحد النهاردة بنستدعيها في المواقف الوطنية طبعا الأغاني ما تتنسيش وأفلام ما تتنسيش وأغاني الأفلام اللي عملتها ما تتنسيش حالة من النجومية الخاصة غيدا وحالة من التمايز والتنوع الغير مسبوقة خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك أستاذ ماهر فدر بجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعنا ومنورنا الكاتب وأستاذ ماهر زهدي والذي بكمل معا كلامنا عن كتب وفي عالم الغناء والموسيقى والحقيقة إن إحنا عايزين نتكلم كمان مع حضرتك عن سيد مكاوي يعني سيد مكاوي محطة برضو وما تتعداش ويهمنا جدا إن الجيل الجديد يسمع الأغاني دي إن الناس دي غنت غنى وقالت كلام كمان في أغانيها ما يتفوتش وما يعدش بالضبط طبعا سيد مكاوي أنا باعتبره علامة من علامات الموسيقى العربية بيجي في الترتيب بعد سيد درويش وبعد زكري أحمد هو مكمل وأضاف الكتير جدا وكان حريص إنه هو يحط بصمة قوية قصة إنه هو ظهر في عصري كان فيه عمالقة كبار صانع البهجة طبعا صانع البهجة سيد مكاوي صانع البهجة وكانهم بيعلمونا من الأغاني وده مهم جدا دور الأسرة إن أنا كمان أقدم دوت للأولاد إن أنا أسمعهم ده وكانهم عايزين يعلمونا حاجة حلوة عايزين ينقلولنا رسالة حلوة عايزين يقولولنا حاجة حلوة اللي بيغني وطني فبيحببونا في بلدنا من أغنياته الوطنية واللي بيغني عن الحياة وعن الدنيا وعن الأخلاق وعن البهجة وعن الحب يعني وسيد مكاوي يعني متخصص في صناعة البهجة إن أنت تسمعي موسيقى سيد مكاوي بتحسي ببهجة بجد أنت مش عارفه مصدرها إيه لكن هو بيبقى قاصد إنه هو يوصل ده للمستمع وصل إنه هو بيقدم السهل الممتنع الموسيقى اللي ممكن توصل لأي حد والأي طبقة والأي فئة من فئات المجتمع مش مجرد إنه هو بيلحن كلمات وخلاص لا سيد مكاوي قادر إنه هو فعلا يوصل للناس من خلال الموسيقى بتاعته الأمور البسيطة أو التفاصيل البسيطة قوي اللي هو بيعملها في الموسيقى بتخلي إن هي تخترق الوجدان وبتروح لأي حد سواء بقى طفل شاب رجل كبير السميع اللي هو عايز الطرب أو بيبحث عن الطرب هيلاقي بسهولة عند سيد مكاوي كمان الحقيقة إنه كمان يمكن ذكرى وفاة سيد مكاوي تدامنت مع ذكرى وفاة الشاعر الكبير صلاح جاهي طبعا صحيح؟ طبعا يعني ده كان في إبريل أعتقد بالضبط في إبريل كان في إبريل كلمني شوية عن الصدفة دي وذكرتها إزاي؟ تكلمت عنها إزاي في كتابك صانع البهجة سيد مكاوي بص هي الصدفة يعني لعبت معهم بالضور كبير جدا في حياتهم هما الاتنين من أول ما تعرفوا على بعض ورحلتهم بعد كده مع بعض اللي هما قدموها سواء في الكلمات الأغاني أو حتى صداقتهم سيد مكاوي وصف حتى العلاقة بينه وبين صلاح جاهين قال إنه عاملة زي الشاي بلبن أنت لما تجيب الشاي بتحطيهم على بعض بيطلعوا منتج تالت غير الاتنين وطعمه جميل جدا صحيح صلاح جاهين وصفها بالعسل والطحينة دي الحاجات الحلوة كلها آه طبعا يعني رحلة جميلة والاتنين كانوا مكملين مع بعض زي ما يكون كان كل نص فيهم بيبحث عن النص الآخر ولما التقوا عملوا مع بعض إبداعات رائعة جدا سواء في الأغاني أو حتى على مستوى الأعمال اللي قدمها صلاح جاهين طبعا أغاني وطنية أغاني عاطفية طبعا صلاح جاهين مالوش زي كلمات في الإزاعة للمسلسلات الإزاعية قصة أن سيد مكاوي صلاح جاهين عملوا تقريبا فتح في الإزاعة في تتريات الإزاعة أن هم خلوا المستمع وهو قاعد بيسمع الإزاعة كانوا شايفها في التتر سيد مكاوي خلى كل الناس تغني سواء بقى ممثل صوته أجش صوته ومش كويس خلى كل الناس تغني في تتريات الإزاعة عمل حاجة غير مسبوقة في تتريات الإزاعة وعمل نفس الكلام والمسحراتي أستاذ ماهر المسحراتي طبعا المسحراتي ده بقى جزء من تراثنا المصري ده حاجة تانية المسحراتي مع فؤاد حداد طبعا قدم المسحراتي وده كان برضو شيء جديد جدا المسحراتي قبل سيد مكاوي كان بيعملوا فرقة موسيقية ويجيبوا كم حلقة مطرب يقدم فكرة المسحراتي من خلال أغنية لما قاله السيد مكاوي تعالى أقدم المسحراتي اشترط عليهم أنه هو لا عايز فرقة موسيقية ولا عايز أي حد يغني هو هياخد طابلة المسحراتي الحقيقية اللي بيمشي بيها في الشوارع يصحي الناس وهيقدم من خلالها كلمات المسحراتي كانت أقدم في أول سنة أقدم ثلاث حلقات بس يعني زي نقوله قصار الدنيا حققت نجاح غير عادي فأسنده لي في السنة اللي بعدها أنه هو يقدم الثلاثين حلقة ومن هنا بدأت رحلة سيد مكاوي مع المسحراتي لدرجة أنه يعني عارف طبعا هو فؤاد حداد بمسحراتي العرب وما كانت شي بيقدم المسحراتي لمجرد أنه يقدم كلمات جميلة أو صح الناس ويقول يعني حاجات بسيطة من خلال المسحراتي لا ده كان بيتناول فؤاد حداد من خلال المسحراتي كل المشاكل الاجتماعية اللي احنا بنمر بيها في حياتنا حطاها في المسحراتي الروتين، التكاسل، النميم، أي حاجة كان بيقدمها في صورة المسحراتي وحققت نجاح طبعا لازمنا لحد النهاردة عايشين على المسحرات وبقى علامة من علامات شهر رمضان الكريم بالضبط زي سيد نكشباندي، زي القارئ العظيم محمد رفعت بقى سيد مكاوي وفؤاد حداد في المسحراتي علامة من علامات شهر رمضان الكريم أسمهان، أسمهان كانت برضو من ضمن المطربات اللي حدتك ذكرتوهم في كتاباتك وتكلمت عنها أسمهان طبعا أخت الفنان الكبير فريد الأطرش بالتأكيد وكلمني شوي عن أسمهان مشوارها مختلف شوية برضو وعلى قطب أخوها، إيه اللي كنت حابب تذكره في كتابك للقارئ؟ هو أسمهان كانت حالة خاصة جدا وعليها علامات استفهام كتير وعندها خرج عليها إشعاعات كتير جدا فكنت حابب أن أنا أتناول الغموض ده أو الألغاز اللي كانت في حياة أسمهان سواء بقى علامات استفهام سواء علامات تعجب هل فعلا حقيقة حصل الإشعاعات ديت ولا لا؟ كنت حريص إن أنا أأكد ده أو أن فيه وده خد مني وقت طويل جدا في البحث والتوصيق معلومات كتير جدا من أول حياتهم بعد وصولهم إلى مصر مرورا بكل الرحلة اللي هي قدمتها بعد كده علاقتها بأخوها فريد الأطرش وعلاقتها بفؤاد الأطرش طبعا كانت بحكم الطبيعة إن هما الاتنين بيغنوا وهم الاتنين عندهم نفس الحالة الغنائية الرائعة ديت كانوا قريبين جدا من بعض هي وفريد بعكس فؤاد اللي هو كان شايف إن هي ما ينفعش تغني إن هما من عائلة أمراء في جبل العرب لازم تبقى فيه تقاليد وعادات تحافظ عليها وكان طول الوقت بيطاردها على الشيء قادر يمنعها من الغناء فكانت علاقتها مع فؤاد متوترة شوية بعكس علاقتها مع فريد أسماعين كانت طول الوقت وده اللي أنا كنت بحاول أثبته في الكتاب مش مهمومة إن هي تبقى مطربة عظيمة وتقدم نفسها وزي ما بعض الناس حاولوا يقارنوها بأم كلسوم وإن هي كانت بتنفسها لإن ما كانتش فيه منافسة بينها وبين أم كلسوم أم كلسوم في حتة لوحدها خالص طبعا ولهنش منافسة أم كلسوم كانت بتعمل ده على مضد شديد جدا وبتبقى متضايقة شايفة إن هي أميرة زيها زيهم فهتروح تغني برضو لهم إزاي يعني فكان ده بيضايقها قوي ما كانتش عندها الطموح إن هي توقف على خشبة مسرح وتغني زي أم كلسوم أو بعض مطربات جيلها أو زمنها لا لا كانت هي عايزة تعيش أسماعين كانت محبة جدا الحياة عايزة تعيش عايشة الأميرات عايشة البزخ والصرف وإن فيه ناس بتخدم عليها وتحقق لها وطموحاتها وأحلامها ومطالبها فكان هو ده الهاجس اللي بيسيطر عليها طول الوقت مش إن هي تنافس حد أو إن هي تبقى مطربة عظيمة ومشهورة الحقيقة كمان كان لها أغاني مشهورة وإيه أكتر الأغاني اللي حدرتك حبيت إنك تذكرها في كتابك عن أسماعين لا أسماعين رغم طبعا إن هي صوتها رائع جدا ومميز جدا لكن للأسف إحنا يعني ما درناش نستمتع بعدد كبير من أغانيها اللي وصل لنا عدد أليل لإن هي ما كانتش برضو حريصة أن هي تعمل أغاني طول الوقت كان فريد الأطرش لحلها الصنباطي لحلها محمد عبدالوهاب لحلها يعني كل الكبار الملحنين في عصر أسمهان كانوا حابين صوتها جدا محمد عبدالوهاب مثلا كان شايف إن هي من أهم المطربات اللي جون في تاريخ الغناء المصري وقال يعني هي لو تهتم بنفسها وتركز في شغلها هتبقى يعني أهم مطربة جات في تاريخ الغناء طبعا وده يعني كان أمنية بالنسبة لعبدالوهاب لما عمل معها أبريت مجلول ليلة في السينما قدمت معاه أغاني الأبريت الصنباطي كان طبعا شايف إن هي مطربة يعني نادر إن احنا نشوف واحدة زيها كثير جدا من اللي هم لحنولا كانوا بيتمنوا إن أسمهان تركز بس في الغناء لكن هي للأسف يعني كانت يعني دماغها مشغولة بحاجات تانية أكتر زي إن هي تعيش وتتبسط وتسافر طول الوقت ده كان المسيطر على دماغها أسمهان ما كانش الغناء هو اللي بيجي في المرتبة الأولى عندها فنانة نعيم عاكب فنانة من نوع خاص جدا جدا وطبعا حدرتك كمان كتبت عنها طبعا وعملت لها كتاب خاص بيكلمني عن نعيم عاكب طريقة مشوارها من وجهة نظرة نعيم عاكب من الفنانات يعني رغم إن هي ماتت تقريبا يعني خمسة وتلاتين ستة وتلاتين سنة وعملت في كل حياتها خمستاشر ستاشر فيلم بس هم دول كل رصدها السينمائي لكن أنا باعتبر إن نعيم عاكب كانت جاية في مهمة رسمية زي أنا بقوله كده كانت جاية تعمل حاجة يعني في تاريخ الفيلم الغنائي والاستعراضي المصري إن هي جاية تعمل الفيلم الاستعراضي اللي إحنا للأسف ما بقناش نشوفه بعد كده يعني ما بقاش عندنا حاجة اسمها فيلم استعراضي نعيم عاكب عملت الفيلم الاستعراضي في خمستاشر فيلم والخمستاشر فيلم طبعا بمساعدة جزها حسين فوزي المخرج المعروف هما الاتنين برضو عملوا حالة مع بعض زي ما يكون برضو هما الاتنين كانوا طول الوقت كل واحد بيدور على النقص ولما التقوا يعني كملوا بعض فكان مهمة قوي هذا اللقاء أو هذا الدمج الفني اللي حصل بينهم كان طبعا فيه دمج إنسان إن هما كانوا اتجوزوا وبعدين قدموا لنا هذه الأعمال العظيمة من خلال السينما قدموا أعمال مهمة جدا لدرجة إن هما بعد كده لما حصل الانفصال للأسف محدش فيهم على حدة قدم نفس اللي كانوا بيقدموا قبل كده أو عملوا الأعمال العظيمة اللي أبهرت الناس بعد ما انفصلوا فكان يعني اللقاءهم الإنساني أفرز هذا الفن الرائع اللي قدموه من خلال الفيلم الاستعراضي في تاريخ السلم المصري برضو نفس الحكاية نعيم عاكف كانت حياتها يعني فيها كتير جدا من المقاسي فيها كتير جدا من المشاكل فيها العقوات اللي ساعدها بشكل كبير وزلل لها بعض هذه العقوات كان جوزها المخرج حسين فوزي قدموا مع بعض أعمال عظيمة ومهمة ستظل بقية في تاريخ السينما المصرية علامة على وجود الفيلم الاستعراضي في السينما المصرية أنا بشكر حريطك أستاذ مهر على وجودك معنا النهاردة تكلمنا عن نجوم تاريخنا الموسيقي المصري الجميل وطبعا فيه زيوم كتير في محمد فوزي طبعا وكلهم يستحقوا طبعا يعني فيه فيه فنانين كده ما ينفعش يعني يعدوا ولا يمروا مرور القرام وكان ليهم تاريخ كبير جدا وتأثير كبير جدا في حياتنا وفي شبابنا وفي طفولتنا ولسه بيأثروا ولسه هيفضلوا يأثروا في كل الأجيال اللي جاية ونتمنى يا رب إن شاء الله أنا بشكر حريطك أستاذ ماهر أشكرك جدا مرسي جدا طبعا كان معاكم ومعانا النهاردة الأستاذ الكاتب الأستاذ ماهر زهدي تكلمنا عن كتب فنية كتب موسيقية شخصيات مهمة جدا في تاريخنا الفني والموسيقي والغنائي والطربي الجميل كان معاكم رانيا السيد شكرا